موسيقى مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضي على مستوى الجمهورية وكمان شبكة المحاور والطرق الجديدة وده من خلال اجتماعه مع الواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المارية رئيس وجه خلال هذا الاجتماع بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحصن إدارة ما تملكهم من أصول وحطه خمسين ألف خط تحت كلمة حوكمة الهدف منها حصن طبعا إدارة ما تملكهم من أصول كمبدأ ثابت يحقق لاستغلال الأمثل لمواردها اقتصاديا وتنمويا وعمرانيا طيب ليه بقولكو حطه كذا خط تحت كلمة حوكمة لأن سيدة الرئيس في 26 ديسمبر 2018 تحدث عن الحوكمة وقال تحديدا أن غياب الحوكمة تسبب في غياب حق الدولة في عقود المحاجر والساحات وغيرها ودعا لتطبيق آلية منظمة وشديدة القصوى لضمان الحصول على حقوق الدولة ما هي الحوكمة يا جميع؟ الحوكمة مزيد من الرقابة على الشركات مزيد من الرقابة على الحكومة مزيد من الرقابة اللي بيجعل هناك شفافية في كل الأداء يعني ما فيش أي فساد مالي ولا إداري في أي منظومة موجودة في الدولة وبالتالي بتجعل هناك ثقة من المواطن في الدولة وثقة خارجية العالم أجمع بيثق في الدولة من خلال نظام الحوكمة المتبع في كل دول العالم مصر بتسير بخطة فابتة نحو تنفيذ هذا النظام اللي هو الحوكمة بداية من الشركات إلى المؤسسات إلى المنظمات هذا الموضوع في غاية الأهمية الحوكمة ملوش أي علاقة بالحكومة الحوكمة يعني إحكام السيطرة والرقابة وكل ما يبقى عندك رقابة على منظومة كل ما يبقى عندك نزاهة وشفافية وده بيحصل لما الهيكل الإداري بيقل كل ما الهيكل الإداري يزيد نسبة الرقابة عليه بيبقى صعبة فمهمة أوي أن الهيكل الإداري لأي منظومة يكون قليل فبيكون فيه رقابة سهل جدا عليها ممكن أوي كمان يبقى فيه رقابة على أجزاء معينة مثلا من الشركة من منظومة وبعد كده تبقى فيه رقابة كبيرة على هذه المنظومة رقابة يعني مؤسسية ومن السهل بقى بعد كده أن يكون فيه رقابة من الحكومة وغيرها لأنه ما عندناش حاجة نخاف منها ده باختصار الحوكمة طيب معنا دوقتي دكتور عصام الجهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القوي مساء الخير يا فانتم مساء الخير أهلا بيك وأهلا بالصبر المشاهدين أهلا بحضرتك طبعا النهاردة الرئيس عبدالفتاح سيح تحدث في موضوعه في غاية الأهمية وهو تحسين إدارة أصول الدولة وكمان الحوكمة عايز أعرف الخطوات اللي مصر ماشية فيها عشان تنفيذ هذا الموضوع الحقيقة أنه الحوكمة هو الصوت مش واضح يا فانتم كلنا نعلم أن السادة الرئيس أهلا بالدولة بشكل كويس جدا على أحسن استغلال خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا جزء الاستغلال ده بينقسم لقسمين قسم خاص بالتنان المستدامة واستغلال هذه الأصول فيما يخص الأجيال القادمة وده بيقوم بالسندوق السيادي في جزء خاص بحصر كل هذه الأصول بغرض استخدام المواطنين الآن اجتماع النهاردة كان معي دكتور عصام ألو طيب طيب واضح أن احنا فقدنا الاتصال بدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي يعني هنحاول معاودة الاتصال مرة تانية لكن أنا فهمت من دكتور عصام أن احنا بدأنا نقطع الشوت كبير جدا في موضوع الحوكمة وأن احنا بنستغل وجود صندوق مصر السيادي في تحسين طبعا استغلال إدارة ما تملكه الدولة من أصول علشان تحقيق هذه النقطة المهمة جدا في مبدأ الشفافية ومبدأ النزاهة وده على فكرة مرتبط بالنزاهة العالمية فأعتقد أن احنا ماشيين بخطوات سابتة جدا ووضح أن المتابعة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الموضوع على قدم الوصاق حتى نصل إلى تحقيقه كما ينبغي أن يكون وده حيحقق لنا على فكرة تنمية اقتصادية غاية في الأهمية فالموضوع في غاية الأهمية الحقيقة ومحطوط على أجندة الدولة لتحقيقها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله أو اتمامها بصورة نهائية خلينا نروح للولايات المتحدة الأمريكية والتطورات المتلاحقة اللي موجودة هناك طبعا من يوم الأربعاء الماضي في تطورات بتشهدها الولايات المتحدة الأمريكية مشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكي اللي من المؤكد إن لغاية يوم 20 يناير وهو الموعد الرسمي لتنصيب جو بايدن الرئيس المنتخب حيكون فيه مزيد من الأحداث على الساحة الأمريكية طبعا ترامب أعلن إنه مش هيحضر تنصيب بايدن لكن يا طرى هل حيتم عزل ترامب قبل حفل تنصيب الرئيس الجديد بايدن؟ بايدن نفسه قال إنه على الرغبة من إن ترامب غير لائق للوظيفة لكنه رفض مرارا وتكرارا تأييد وتأييد الدعوات المتزيدة للديموقراطيين لعزله وده وفقا لوكالة الأساشياتي بريس لكن رئيسة مجرس النواب نانسي بيلوسي قالت في رسالة إن المشرعين قد يتحركون في أسرع وقت ممكن الإسبوع القادم لعزل ترامب وده اللي تحريده على اجتياح مبنى الكابيتول الأمريكي خلينا نعرف تطورات الواضع داخل أمريكا في الوقت الحالي وإيه اللي ممكن يحصل معنا دوقتي من واشنطن الكاتب الصحفي عمر جوهر مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا بحضرتك تطورات الواضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصل لغاية فين النهاردة بدءا من يوم الأربع الماضي والتظاهرات داخل الكونجرس الأمريكي الساحة الأمريكية ماذا يحدث فيها وهو المتوقع أن يحدث حتى عشر يناير وطبعا أنا عايز بس يعني أوضح معلومة لحضرتك دونالد ترامب لم ولن يدعو إلى اقتحام الكونجرس الأمريكي هو كل ما فعله هو الدعوة إلى التظاهر أمام مبنى الكونجرس الأمريكي ما حدث من اقتحام الكونجرس هو خلل أمني بعد رفض حكمة ولاية واشنطن أو العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الموافقة على استدعاء المزيد من عناصر الحرس الوطني الأمريكي ودعوة الكيش الأمريكي لتأمين العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أن كان هناك دعوة لمزاهرة أو كان هناك بالفعل مزاهرة تسمى دونالد ترامب لفئيد الرئيس الحالي دونالد ترامب بخصوص فكرة نانسي بلوسي أنها تأخذ إجراءات بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا كما نعلم جميعا أن تنصيب الرئيس القادم هو 20 يناير لو وضعنا في الاعتبار أن نانسي بلوسي كانت أخذت على عاطقها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب ومقاليد الحكم من أربع سنواتها قالت أنها تتعزل من منصبه ودخلت أمريكا ودخل المشرعين الأمريكان ودخل الكونجرس الأمريكي في سجال لمدة عامين ونصف من المهاضرات السياسية والمحاكمات انتهت بلا شيء وبالتالي فكرة دعوة نانسي بلوسي لعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنا أعتقد أنها ليس وقتها المناسب ليس لها محل من الأعراض وخصوصا أن مايك فن وهو نائب الرئيس الأمريكي ودخل للدستور الأمريكي أيضا هو رئيس مجلس الشيوخ هو عبر بشكل مباشر أنه يرفض مثل هذه الخطوة وبالتالي حتى لو سطاعت نانسي بلوسي وهي رئيسة الكونجرس الحصول على الأغلبية وهم لديهم في الساعة الأغلبية من الأعضاء الديمقراطيين داخل الكونجرس سنصطدم بنفس الأزمة الماضية وهي المجلس الشيوخ حيث أن هناك أغلبية لأنصار ترامب وبالتالي لا يجب أن ننظر إلى فكرة عزل ترامب لأنها لن تحدث لا يجب أن ننظر إلى ما تقوله نانسي بلوسي لأنها فقط تستكمل مبدأته وكأنه صراح شخص بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصوصا هي لن يكون لها أي دور مع الحكومة جدا في كل أحوال يعني حدوث بتستبعد أن يحدث هذا الموضوع يعني لأنه غير لائخ لحدوث انقسامات داخل الشرع الأمريكي في حالة حدوثه ولا لعدم قدرة يعني من قالته أن يحدث في هذا التوقيت تحديدا هو لن يحدث لأنه كما ذكرت لحضرتك نائب الرئيس الأمريكي وهو تبقى للدستور رئيس مجلس الشيوخ هو عبر بشكل علني بتصرحات علنية أنه لا يدعم على الإطلاق فكرة الإقرار بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالتالي قانونيا أو برلمانيا حتى تستوريا سوف نصطدم يعني نحن ليس لدينا رفعية الوقت حتى نكون بمثل هذه بالتصويت وهذه المسألة كنت أخذ وقت لكن أنا أعتقد هذه هي جزء من الحرب النفسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشغل مؤيدية وحتى التنكيل دي تقرأ أيامه داخل البيت الأبو الحرب النفسية دي هل لها معنى أنه ما يكونش فيه عواقب بعد 20 يناير؟ أعتقد يعني بعد 20 يناير عندما يتم إزاحة ترامب أو يتم استلام جو بايدن وهو الرئيس المنتخب مقاليد الحكم دونالد ترامب سيكون ماضي وبالتالي نحن أمام هذه الفترة القصيرة وهي قد تكون عشرة أيام بعد هذا ستكون هناك واجهة وحديث مختلف تماما ودونالد ترامب سوف يصبح شخص عادي جدا من المجتمع الأمريكي ليس لديه أي حصانة قضائية وبالتالي قد يجر أو قد تكون هناك محاكمات لما قد يروا من أنه كما ذكروا الإعلام الأمريكي الديمقراطي بين قصين أنه قد يكون اعتداء على الكونجرس قد تكون محاكمات هناك بهذا الخصوص لكن حتى هذه اللحظة رئيس موجود بكامل صلاحياته فقط هناك حصار إعلامي شارس تكون به المؤسسة الديمقراطية منها الإعلام الديمقراطي كاملا عن رأسه تم حجب الرئيس من موقع تويتر تم حجبه من الفيسبوك تم حجبه من مواقع إلكترونية شهيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة على الحزب الديمقراطي هو موجود لكنه محاصر إعلاميا وتم سحب السلاح الأكثر شهرة في يده وهو طبعا موقع تويتر على إيستاذيه ما يقرب من 89 مليون متابع من المجتمع الأمريكي على موقع تويتر طيب هو مش ده ضد الحريات الشخصية أستاذ عمر يعني هل داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يدعون أنهم يحافظون على الحريات الشخصية يقولون أن هذا غير مقبول؟ هل في حد تحرك وقال أن هذا غير مقبول؟ يعني أن يكون هناك حصار بهذا الشخص؟ طبعا في حالة انكسام كبيرة جدا داخل المجتمع الأمريكي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري للأسف الحزب الديمقراطي صوتهم أقوى لأنهم ينبكون الأغلبية من وسائل إعلام الأمريكي نضم لهم على الخط مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي وهي كما نعلم نميع الناس بحاجة لتأكيد هذا أنها هي الميديا الحديثة والإعلام الحديث والأكثر بأثيرا وتم سحب هذا السلاح من دونالد ترامب عودة لسؤال حضرتك طبعا المادة الأولى من الدستور الأمريكي تكر بحرية الرأي والتعبير لكن أباطرة الإعلام الحديث وأباطرة السوشيال ميديا على رأسهم تويتر وفيسبوك قد أكره أن ما ينشره الرئيس ترامب قد ويجب أن نضع كلمة قد بن كوسين قد يؤثر على الشارع الأمريكي قد يدعو إلى موجات من العنف وهكذا أنا أعتقد أن شركات السوشيال ميديا وشركات التواصل الاجتماعي جنابهم التقدير الموضوعي في هذا الأمر وانقرته في حرب سياسية انتخابية وبالتالي أعتقد أن التاريخ الحديث سوف يحاسبهم بشكل قاسي جدا وحتى لو هلل وفرح أنصار جو بايدن بهذا التحول لأنه بكل الأحوال يأخذ صفة جو بايدن أو يأخذ صفة أنصار جو بايدن سكرت منع الرئيس دونالد ترامب من الحديث أو منعه من الوصول العامة بكل سهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى ولو فرحوا استخدام هذا السلاح ضد دونالد ترامب لكن نحن أعطينا هذه الشركات الخاصة قوة جبارة جدا بمنع الرئيس أكبر دولة في العالم من الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني الناس بتسأل خطيرة جدا طبعا يا أستاذ عمر إذا كان ده تتعامل مع دونالد ترامب يعني وهو رئيس أمريكا حتى الوقت الحالي إذن من الممكن أن يكون هذا الاسلوب متبع لأي من يحاول أن ينتقد السياسة الأمريكية فيما بعد طبعا هو للأسف يعني السياسة الأمريكية والديمقراطية الأمريكية خلال هذا الشهر قد شابه الكثير جدا وهذا قد يعطي يعني صلاحيات وساعة جدا لبعض دول الشرق الأوسط وأنا لا ألمهم أبدا لما يكون رئيس زارف استثنائي داخلي في دولة ما حجب الإنترنت أو حجب السوشيال ميديا عن الجمهور تحت نفس الشعارة التي استخدمه شركات الإنترنت العالمية أو شركات السوشيال ميديا العالمية والجبارة بمنع أكبر رئيس دولة في العالم وبالتالي أنا أعتقد أن أمريكا فقدت جزء كبير من وجهاتها العالمية جزء كبير من هيبتها العالمية لأنها لن تستطيع في المستقبل القريب أن تعلق على أي تصرف داخلي لأي حكومة كانت سواء في إيروبا في الشرق الأوسط في العالم المتحضر في العالم السادس هي فقدت هذا السلاح لأنه الديمقراطية الأمريكية قد شابهها الكثير جدا فيما يتعلق بالمثال في الكريات العامة ما حدث هو إخلال بالدستور الأمريكي هو إخلال المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تقول وتؤكد بحرية الرأي والطعبات نعم سيد عمر إحنا وصلنا فيه انشقاق داخل أو انقسامات داخل الشرع الأمريكي إيه ردود الفعل بقى داخل الشرع الأمريكي زي ما حدك شايفها وانت أقرب للحدث يعني بعد كل هذه الأحداث يعني اللي أفقدت الثقة في السياسة الأمريكية وفي الإدارة الأمريكية وفي إدعاءات الحرية خاصة حرية الرأي والتعبير طبعا هو في جزء مهم جدا ليس فقط وحده الرئيس الأمريكي جنال ترامب ورازي تم منعه الكثير من مؤيدي نحن نعلم أنه يمكن حصار مجموعة باستخدام يعني المطاق البيغرافي بمعنى كل من كان داخل المظاهرة في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن تم منعهم بشكله بآخر من التعبير عن رأيهم سواء عبر تويتر أو عبر فيسبوك إلا فيما نظر وإلا يعني من كانت أراء وأفكاره تميل أكثر إلى اعتبار أن هذا هو يعني دعوة من ترامب إلى استراك الكونجرس الأمريكي هذا لن يحدث هناك خطبات رسمية رفضت فيها رئيسة أو حاكمة ولاية واشنطن كل الدعوات التي تمت إليها بإمدادات أمنية لتأمين الموقف يعني هناك كانت هناك مليونيين لرئيس الأمريكي سنون ترامب قبل شهر تقريبا كان متواجد فيها مدرعات الجيش الأمريكي كان متواجد فيها الجيش الأمريكي كان متواجد فيها الحرس الوطني لماذا لم يتم سماح هذه القوات لتأمين شكل هذه المظاهرة لماذا لم يتم تأمين مبنى الكونجرس الأمريكي ونحن نعلم أن هذه الانتخابات ليست تقليدية نحن نعلم أن هناك الكثير من الاعدراضات سوف نتم داخل مبنى الكونجرس الأمريكي أثناء التأكيد على نتيجة أصوات المجمع الانتخابي وتنصيب جو بايدن رئيسا كل ما شاهدناه أمام شاشات التلفزيون العالمية والمحلية وحدتي كما تشاءين هناك عدد قليل جدا من أفراد الأمن حول المتصارين 20 قرد أمامهم 30 ألف وبالتالي دخول الكونجرس كان لن يتم اقتحام كما تقول وسائل الإعلامة الديمقراطية الأمريكية هو كان دخول يبدو طبيعي لبعض الغاضبين أتى لهذه النتيجة أنا أعتقد أنه سبقا للتحقات التي يتم الآن ويتساءل أعضاء من الكونجرس الأمريكي كيف حدث هذا؟ أين المتابرات الأمريكية؟ أين الأمن الأمريكي؟ ألا يوجد فردا واحدا قد استطاع أن يتنبأ مسبقا من خلال المتابرات الأمريكية أنه قد يكون هناك في التحامل الكونجرس الأمريكي في هذا الزرق الاتثنائي في تاريخ المتخابات الأمريكية بشكل عام كل هذه علامات استثام تسألها المواطن الأمريكي تسألها المشرع الأمريكي تسألها بعض أعضاء الكونجرس لأنه تم ساركت حتى ملفات متعلقة بالأمن القوم الأمريكي التواجدة مع أعضاء الكونجرس أو في مكاتبهم نعلم جميعا أن أي فرار سواء حربي أو محلي أو بيع أسلحة يجب أن يحصل على موفق الكونجرس وبالتالي هذه اللجانة تم ساركت بعض الأوراق الهمة المتعلقة بالأمن القوم الأمريكي من داخل الكونجرس أين الأمن لحفظ كل هذا؟ هذه كلها علامات استثام نعتقد أنها سوف تواجه ليس فقط دونالد ترامب سوف تواجه أيضا الديمقراطيين حال تسلمهم بالسلطة لأن كل هذه أسئلة المجتمع الأمريكي تأكيدا لدوء الحضرات المقسم نحن ردينا 75 مليون شخص وبهذه الطريقة سيد عمر هيفضل منقسم يعني هيفضل طول عمره منقسم لأن من الواضح أنهما في محاولة للتعتيم الإعلامي في محاولة للاستبعاد الجمهوريين فبالتالي هما فيه انقسام واضح جدا من الواضح أنه هو هيستمر لفترة طويلة ده بلا شك لأنه حالة الغضب عند الرئيس الأمريكي هو الحقيقة يستمد قواته من 75 مليون شخص الذين صوتوا له في الانتخابات وبالتالي هذا سؤال مفتوح نحن بشكل نفسي نراهن على حكمة جو بايدن أن يلم الشمل الأمريكي لكن هذا لن يحدث مسؤولية كبيرة جدا هذا لن يحدث عبر كلام أو خطاب أو شعار يجب أن يرى المواطن الأمريكي هذا يحدث بالفعل وإن كنت أرى أن هذا لن يحدث لأن اختيار الحكومة الأمريكية كلها من الجانب الديمقراطي يجب أن تكون الحكومة حكومة الشعب الأمريكي وينضم لها أشخاص من الحزب الديمقراطي وحزب الديمقراطي على حد سواء كما فعل باراك أوباما الذي كان أول رئيس أسود في تاريخ الأمريكية ديمقراطي وبالتالي هو كان حريصا أن يظهر حسن نواياه للشعب الأمريكي بأن الحكومة ستكون مشتركة بين الحزبين لأنها في النهاية حكومة الشعب الأمريكي لكن ما يبقى جو بايدن عكس المتوقع وعكس ما نتمناه لأن كل اختياراته من داخل الحزب الديمقراطي وكأنه يختار أهل استقاة ولا يرى الأمريكا بالتقسيمة العنيفة التي شاهدناها لأن هذه السابقة كبيرة جدا وخطيرة جدا في تاريخ الديمقراطية الأمريكية ونرجو أن هذه الأزمة تمر بسلام لأن هناك أزمة اقتصادية طحنة أمريكا هناك وضاء نسبة وضيات أمس في أمريكا أكبر نسبة منذ بداية وضاء أربع تلات أمريكا اقتربت من أرطان مهولة جدا من الإصابات تحديات كبيرة واضحة جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عامر جوهر الكاتب الصحفي كان معنا مباشرة من واشنطن من الوضع أن التحديات اللي بتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية اتفكرنا بالمرة اللي احنا يعني مرينا بها في عيام من المخلوع مرسي يعني سبحان الله النهاردة 9 يناير النهاردة يوم مش ممكن أبدا ننسيه زي النهاردة من 61 عام وتحديدا سنة 1960 تم وضع حجر الأساس للمشروع القومي العظيم مشروع السد العالي المشروع ده هو اللي قدر يحمي مصر من مخاطر الفيضان من مخاطر الجفاف وكان لك من كان له دور مهم جدا في توليد الطاقة القهربائية المشروع ده أثبت للعالم أجمع أن الشعب المصري العظيم أقوى من التعرض لأي ضغط أو ابتساز واعتقد أن دي نفس الرسالة اللي وجهها المصريون للعالم أجمع يوم 30 يونيو 2013 لما قرروا في فورة ضد حكم الفاشية الدينية وكمان ضد التدخلات الأجنبية التدخلات اللي حاولت في الوقت ده فرض حكم جماعة الإخوان الإرهابية وقتها وقف الشعب المصري العظيم وفرض إيضته الحرة ونجح وبعدها بقى بدأ عصر جديد في البناء والتعمير والمشروعات القومية العملاقة اللي بنشوفها كل يوم عشان كده حيفضل السد العالي حكاية شعب بيرفع شعار التحدي والإصرار ويأبى أبدا الاستسلام خلينا نشوف تقرير مهم جدا عن السد العالي ونرجع نكمل تعود قصة بناء السد العالي إلى ثورة 1952 حيث بدأت فكرة إنشاء السد العالي عند أسوان بما يكفل لمصر التوسع الزراعي وحمايتها من الفيضانات العالية حيث أعطى رئيس جمال عبد الناصر إشارة البدء للعمل في المشروع القومي العملاق الذي يعتبر بمثابة ملحمة وطنية يحتفل بها المصريون كل عام عندما أوضع حجر الأساس له في التاسع من يناير عام 1960 حيث بناه المصريون بعرقهم وجهدهم وافتتح رسميا في عام 1971 عمل السد على حماية مصر من الفيضان والجفاف حيث تقلل بحيرة ناصر من اندفاع مياه الفيضان وتخزنها للاستفادة منها في سنوات الجفاف وعمل السد أيضا على التوسع في المساحات الزراعية وتحويل المساحات المزرعة بنظام الرأي الحوضي إلى نظام الرأي الدائم وتنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل إلى 10 مليار كيلو وتساعة سنويا خلينا نتكلم أكتر عن السد العالي عن التحدي والإصرار معانا ده وقت عبر الهدف المهندس نبيل فوزي أحد المهندسين العظماء اللي شاركوا في بناء السد العالي مساء الخير يا فانتم نور أهلا بحضرتك عايزين نرجع بقى من 61 سنة كده أيام بناء السد العالي إيه هي أبرز التحديات اللي كانت موجودة في الفترة دي وإيه هو اللي حصل تحديدا هو زي ما حضرتك قلته قبل كده أن كان المشكلة عندنا أن الزيادة في التعداد لا تتناسب مع الزيادة في الأراضي الزراعية 1907 كان التعداد 11 مليون المساحة المنزرعة 5 أربعة من 10 مليون فدان 1954 كانت 22 مليون والمساحة المنزرعة 6 مليون فدان يعني الزيادة كانت 100% في السكان و13% في الرقع الزراعية ونعل عليه كان لابد من إنشاء السد العالي إذا هو بيتيح تغزين المياه والتوسع في الأراضي الزراعية طبعا كان حصل المشكلة أننا طلبنا قرض من البنك الدولي البنك الدولي وافق لكن كانت الشروط مكحفة الأمر اللي هو سحر الموافقة بتاعته في عام 1956 والرئيس جمال عبد الناصر أمن قناة السويس وحصلت حرب 56 وتابعتها طبعا وبنان عليه لجأنا للاتحاد السويتي اللي هو وافق على إنشاء المشروع وزي ما قلنا أني برضو وافق على تمويل القرض وبدأ العمل في 9 يناير 1065 تم تحويل مغر النهر في 64 وأطلقت الشرارة الأولى من محطة الكهرباء سنة 1067 وتم نحو المشروع في يوليو 1070 والاحتفال كان في 15 يناير 1971 وبدأنا في تغيين المياه وطبعا بنعم على الكلام تغييرت حصة مصر من المياه وتغييرت حصة السودان بنعم على التغيير بين مصر والسودان بعدما كانت حصة مصر 48 مليار بعد إنشاء السد العالي أصبحت 55.5 مليار السودان كانت 4 مليار أصبحت 18.5 مليار وفي 93 حصلت اتفاقية في الحقيقة ما بين مصر وإثيوبيا بعدم قيام أي من هما بعمل أي إنشاءات تتعلق بنها الديل تسبب ضرر للطرف الضحل كان التحدي كبير جدا يا فاندم بس الناس كان عندها حماس أنها تستمر في الموضوع وإن كان يخلي عندهم الحماس ده في الحقيقة كان الأعلام جميل جدا كنا دايما حاستين إننا فيه تحدي إن ده مشروع قومي ومشروع القرن ومش كل مئة سنة بيتعامل سد زي ده والخلفية التاريخية اللي أنا قلتها كانت بتحمسنا على إننا لابد نشتغل ولابد السد ينتهي في معايده ولابد ينتهي بالكفاءة والمواصفات المطلوبة علشان نجني السمار منه فكان فيه تحدي وكان فيه إعلام كويس جدا دايما بيحفزنا على إن احنا نشتغل ده يخلينا بقى نتكلم عن النهاردة وإحنا عندنا مشروعات قومية عملاقة دور الإعلام إيه تجاهها؟ بروازة هذه المشروعات زيادة حماس الناس إن يكون عندها مشاركة أكتر إنها تكون عندها فخر ببلدها أكتر يعني حضارك بتتكلم عن إن الإعلام له دور مهم جدا في المشروعات القومية العملاقة وفي تحميس الناس بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده يعني كانت ظروف العمل صعبة جدا لكن كان الحب العمل وكان الإخلاص كان عظيم جدا لأن الإعلام كان يدفعنا يدفعنا أن نحن نشتغل في ظروف صعبة يعني إحنا كنا نشتغل ثلاث ورديات تبقى 24 ساعة العمل في السد العالي لم يتوقف وردية واحدة ولا يوم واحد رغم الظروف الصعبة في الفصريف الحر وفي الشتاء كان يعني مش قادر أقولك كإيه اللي كان بيحصل لما كنت بنزل وردية ساعة أحداشر بالليل نازل رايح أشتغل ساعة أحداشر أساء وردية بتنتهي تمانية صباحا والجو كان يعني اللبف بتاع زمائل كلهم في الشاقة معايا كنا بنلبسه في ورديات تساءل وتنخيالي أننا نزلين في الصيف مثلا استعى ثلاثة الظهر علشان نشتغل من الثلاثة لأحداشر في الجو الحار الفضيع اللي موجود في أسوان لكن كان حب العمل وكان الهدف القومي اللي نشتغل منه وكان الحماسة الموجود وكان فريق العمل الموجود المهندس مع رئيسه يعني أنا أنا كان في أيام في ورديات الليل بلاقي واحد بيحط إيده على كتفي صد استنام الله يرحمه اللي هو وزير السد العالي الله يرحمه الله يرحمه فده برضو حافظ اسمك إيه وتتشتغل فين وإيه الموقف وقال لي اشرح لي تقدم العمل والكلام ده لما بحث ان الوئيل معاي ساعة ثلاثة بالليل يبقى أنا موقفي إيه وقدر حضرتك رؤسائي طول اليوم موجودين ورديت الليل بشوفه ورديت النهار بشوفه فكان كل ده بيتفعنا للنزيد من العام كان فيه يعني كان فيه قادة وقيادة بتعلمنا ازاي اشتغل وفيش حاجة اسمها مهندس حكومة مهندس مولين عرب يعني أنا كنت باشر مولين عرب يعني أنا مهمتي المواصفات والمولين عرب مهمتها الكم لكن لا كانوا بقولون انت المواصفات وانت مسؤول عن الكم ايضا المهندس بتاع الموضين العرب مسؤول عن المواصفات بالإضافة للكم فأكد الحاجات دي كان تديني احساس ان احنا تشتغل في مشروع ضحف جدا لابد ان ننتهي علشان نجني استمار بتاع نعم بنشكرك جدا المهندس نبيل فوزي احد المهندسين العظماء اللي شاركوا في بناء السد العالي ودايما الشعب المصري العظيم شعب تحدي واسرار وقادر على تحقيق المواكدات الحقيقة كل مشروع قومي بندخل فيه الحمد لله رغم التحديات ورغم الصعاب بنقدر الحمد لله ننجزه ويتم على افضل حالة يوم الاتنين القادم ان شاء الله حيبقى خلاص تسليم وحدات مشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة المفروض ده تسليم الوحدات دي حيستمره من يوم الاتنين لغاية يوم الثلاثة خمستاشر ستة الفين واحد وعشرين طيب ايه هي بقى الإجراءات التسليم ولو فيه اي مشكلة في الوحدة دي صاحبها يعمل ايه ويتصرف ازاي ده سؤال ببجهه المهندس امين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة مساء الخير يا باش مهندس باش مهندس امين مساء الخير يا فندس اهلا ازاي حضرتك اهلا بيك فندس اهلا بيك احنا عندنا دلوقتي تسليم وحدات سكن مصر حيكون يوم واحد اتنين اول فبراير ان شاء الله بإذن الله تعالى سكن مصر ان شاء الله احنا عندنا بإذن الله 24 امارة يسلموا واحد اتنين واحد اتنين دي ما كانها فين بالزبط في القاهرة الجديدة احنا دي في التجامع الثالث اه يمكن احنا احنا الاسكان كله سكن مصر في التجامع الثالث ما بين ارض المعارض وارض الجمعيات اهه وده اه من اجمالي الاسكان في القاهرة الجديدة اللي تفتح على دفوق 47 ألف وحد الوحدات دي بقى مواصفاتها عاملة ازاي وبقى لها قد ايه المفروض ان هي يعني بتبني احنا امسن المشروع ده يعني بقى اقرب من سنتين اهه واجمالي بعدد وحداته في القاهرة الجديدة كان 17 ألف واثين وخمسين وحدة سمعين وحدة وعشرين عمارة اهه فيه 216 عمارة تسلمه فعلا اهه وفيه 24 احنا نسلمهم من واحد اتنين اهه ان شاء الله بإذن الله بقى خمسة ومية وحدة وعشر عمارة اهه باجمالي اه 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 هنبدأ اتباعا من واحد اربعة وواحد وعشرين تمام طيب دلوقتي اولا صاحب الوحدة حيعرف ازاي ان هو المفروض يروح يستلم الوحدة دي ولو فيه حد عايز يأجل التسليم يعمليه في حضرتك احنا احنا يمكن اخترنا البنك بجدول اللي هو تم الاعلان عنده بالجرائل مجرد هو بروح يخلص البنك بيجي بينزل على الموقع بيجي عشان الوحدة بيبص على الوحدة عجبته ما فياش مشاكل يرجع ياخد محضة بالاستلام ويكمل الإجرار ويمكن انا بنصح كل الناس اوعى تستلم وحدتك فيها ملفوز اه اوعى تستلم وحدتك كنت مش راضي عنه لو مش راضي عنه هيعمليه طيب هيرجع هيرجع لمهندة الموقع وكله بيستجيب في حالة اي مشكلة مش عجبه هكتبي مفتوح طيب اللي مش عايز يستلم مش قادر يدفع اللي هي فروس الاستلام في الفترة اللي هي المطلوبة قدامه قد ايه يستنى شوفي حضرتك احنا احنا يمكن الجدول للتسليم ستردينه شوية على اساس عشان الظروف والاحتياطات الاحترازية اللي احنا اخدينها والبنوب كمان اه بعد مساء المدة بقاله شهر تاني اه غير كده احنا ملتزين بالتراثة او بشروط التراثة اللي طرحناها لان بعد كيه متزمات علينا بعد التسليم تمام بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضحات المهندس امين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة وبفكر الناس ان من يوم الاثنين واحد فبراير 2021 والغاية التلات خمستاشر ستة حيتم تسليم الوحدات الخاصة بسكن مصر القاهرة الجديدة الوحدات دي بقالها سنتين بس في البني كل هذه الوحدات وشكلها بصراحة في منتهى الرواع والجمال ما حدش يصدق ابدا يعني ان دي بجد سكن مصر واللي حكومة لأ شكلها فعلا رائع وبسرعة تبنت في سنتين فعلا يعني مبروك لكل اللي حيستلم هذه الوحدات اللي حياف في غاية الجمال وحيكون موجود في القاهرة الجديدة يعني فما اروع احنا بنتكلم عن حصاد عام 2020 لازم نتكلم على اكبر تحدي وجهنا في هذا العام فيروس كورونا للأسف الفيروس ده اللي اكتاح العالم كله وقصاب البشرية بالرعب والفزع والقلق والخوف ونلسه بنعاني منه لغاية دلوقتي ويمكن كمان محدش عارف يا ترى امتى هنخلص منه خلونا نتابع هذه التفاصيل وننجأ داية موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع حضور لافت جداً للمرأة ولشباب تنسقية الأحزاب سؤالنا الحالي عن أهم أولويات البرلمان القادم وده اللي حنعرفه من لقاءنا مع الأستاذ عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلاً بيك يا أستاذ عماد أهلاً بحديك يا أستاذ عماد أولاً ببارك لك زمننا العزيز طبعاً عماد خليل الصحفي المتميز وحكيلي بقى أول ما سمعت أنك تعينت في مجلس النواب اللحظة كانت إزاي وكانت إمتى يعني هو كان في البداية كانت ليلة عيد الميلاد وكان جاية في مناسبة سعيدة جداً طبعاً جاية في العيد وكمان هو نفس يوم عيد ميلاد زوجتي العزيزة اللي وجهتها حي على الهواء فكان أكثر من مناسبة سعيدة في وقت واحد بالإضافة لوجود اسم واسط قامة من الأسماء المميزة والخبرات اللي بيفقر بها كل الشعب المصري فكانت مناسبة سعيدة جداً وده أستاذ رانيا يمكن التوجه للكدر السياسية لتمكين الشباب يمكن أنا شفت حتى عدد كبير من الشباب المميز اللي موجود في الـ 28 في قائمة المعينين بالإضافة لوجود عدد من الإعلاميين وعدد من الرياضيين عدد من الخبراء الاقتصاديين عدد من رؤساء الجامعات فكان تنوع مصري للحياة السياسية والحياة البرلمانية إن شاء الله أولاً ألف مبروك وكل سنة وانت طيب وعيد بلاد سعيد وإن شاء الله القادم يكون أفضل يا أستاذ عماد ويكون في حماس كده تنسيقية شاب الأحزاب عندها مجموعة من اللجان ومجموعة من التحضيرات مسبقة قل لي أنت حتستفيد إيه من التحضيرات دي للقادم إن شاء الله يعني إحنا عندنا زي ما حضرتك ذكرت مجموعة من اللجان هي نفس لجان البرلمان بيتم كل حتى آلية الانضمام أو الاشتراك فيه اللجان بيكون نفس آلية الاشتراك فيه لجان البرلمان هي لجنة أساسية ولجنة أخرى فرعية أو ده بيكون عند حضرتك كل القوانين مشاريع القوانين أيضاً الأوراق البحسية أيضاً دراسات بالإضافة لوجود مركز دراسات فيه تنسيقية شباب الأحزاب هيساعد الواحد وثلاثين نائب اللي دخلوا عن التنسيقية سواء زملاء الثمانية وعشرين دخلوا فيه القائمة الوطنية أو أنا وزمالي اللي حظينا بشرف تعيين بقرار من الرئيس الجمهورية أنت نوي على إيه تحديداً يعني كاتب صحفي ولك رؤيتك الصحفية والإعلامية تحديداً أستاذ عماد داخل البرلمان نوي على إيه والله يا أستاذ راني يعني زي ما حضرتك ذكرت بالأساس هيكون القضايا اللي تهم كل الشعب المصري كصحفي وحضرتك إعلامية موجودين من وسط المجتمع لمسين كل الأضايا اللي بتخص الوطن وتخص المواطن الأضايا الاجتماعية الأضايا السياسية توجه مصر يعني موقف مصر من القضايا الدولية يمكن ده ساعدنا شوية إحنا كنا أكثر حظاً أن مهنتنا وطبيعة عملنا ملتصكة بيئة المواطن وفي نفس الوقت على ضراية بيئة الرؤية العامة للوطن فده هيساعدنا بشكل كبير ومش بدئين من السفر على الأقل في هذا المجال هنساعد بشكل أكبر يعني كنت برض رب مسهل من فترة لبعض الأصدقاء بتشكيل المجلس على تنظيم الإعلام واللي حضرتك موجودة فيه وزملاء أعزاء أن لما يكون من المهنة وهذا التنوع بوجود شابة وبوجود نمزج مختلفة ده بيأثر إجاباً على حال المهنة والعملين فيها طيب أستاذ عماد أفهم من كلامك أن موضوعاتك المطروحة تحت قبة البرلمان مش هتكون خاصة بالإعلام فقط وإنما هتكون خاصة بتوصيل الرؤية ما بين المواطن والمسؤول يعني كمنبر داخل هذا البرلمان يعني لك دور كمان في الاحتكاك كتير قوي بالمجتمع شايف إيه أبرز القضايا اللي لما قبلت قلت أنا نفسي أكون مسؤول في يوم من الأيام عشان يكون ليه دور في حلها يعني بالترتيب كده هي قضايا المساعدة فيه قضايا التنمية وخاصة النهج الدولة المصرية في التنمية التحول الرقمي الحوكمة أيضا مجال الرعاية الاجتماعية خاصة إن فيه جهود كبير جدا قامت بها الدولة فانستكمل هذا المجهود قضايا التعليم والصحة وقضايا الإعلام تمكين الشباب والمرأة يمكن مقدمة حضرتك عن وجود عدد كبير من السيدات هو أكبر عدد في تاريخ البرلمانات المصرية تقريبا 162 نائبة تحت كبة البرلمان 142 عن القائمة و2 و6 عن المقعد الفردية بالإضافة لنصف المعينين 14 سيدة بتنوع كامل مموصلين لكل الطائرات من أساتذة الجامعة من العاملين من التنوع حتى الجغرافي تمكين الشباب وده نهج دولة بوجود مكان زي تنصيكات شباب الأحزاب وخروج منها عدد من الكوادر سواء نواب محافظين سواء زملاءنا في مجلس الشيوخ العدد الموجود في مجلس النواب وأيضا في المجلس الأخرى برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يعني أنا شايف أن ده العصر الزهبي للشباب والمرأة في الفترة الأخيرة بتعاني كتير قوي من الصحف من أزمة مالية وعدد كبير من المشاكل هل من الممكن أن تتبنى هذه المشاكل داخل البرلمان المصري؟ ده بالتأكيد لأن في تحديات كتيرة جدا أمام وسائل الإعلام وخاصة الصحف المطبوعة بوجود الاتجاه للمواقع الإلكترونية ووجود وسائل زي وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره لازم يكون أولا في دعم من الدولة لتلك الوسائل بالإضافة لتطوير مهارات العاملين فيها ومواكبة الكل الجديد والحديث في هذا المجال من خلال استخدام وسائل أخرى زي الأبليكشينات زي مواقع الأخرى لا أقول أنه إنقراض الصحافة الوراقية ولكن عدد النسخ الموزعة في انخفاق كبير وده تحدي يمكن أن نتواصل مع الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية وكون عبارة عن جسور توصل ما بينهم وبين متخذ القرار ومتخذ الرأي إن شاء الله أستاذ عماد نقطة مهمة جدا الحقيقة لعضو البرلمان ودي أعتقد موجودة داخل تنسيقية شباب الأحزاب ومميزة جدا وهي التواصل مع كل تواقف المجتمع نقطة التواصل المباشر مهمة جدا ودي يمكن بنشوفها كتير قوي بيقوم بيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنتم كتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب بيعول عليكم المجتمع في الفترة القادمة أن يكون لكم دور في التواصل المباشر مع المجتمع المصري هل على أجندتكم ده موجود؟ خاصة أنا عارفة أنتم مش بتتعامل كعماد أو كآية ككلكم كتنسيقية هل ده موجود على الأجندة الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان القادم إن شاء الله؟ هو زي ما حدرتك كلمتي هي التنسيقية كفكرة وكيان أولا في فلسفة قيام التنسيقية التنوع الموجود فيها يعني لك أنت تعرف يا زرانيا وحكيد حدرتك عارفة أن التنسيقية مجموعة من الأحزاب المختلفة الممثلين لها الشباب من أقصى اليمين وأقصى اليسار يعني في كل الطيرات عندنا موجود ممثلين لحزب النور موجود لحزب التجمع موجود أحزاب مولاة ومعارضة موجود مجموعة منتقام من شباب السياسيين المستقلين في دايما أفكار جديدة في اجتماعات كلنا في البداية زي ما قد ذكرت اللجان المختلفة القضايا المختلفة بيتم إثارتها زي يمكن إحنا كمان محظوظين أكتر أن إحنا ورانا كيان كبير كمان إحنا موجودين بأفكار 200 عضوة من أعضاء التنسيقية أنا لو احتاجت ورقة عمل في لجنة حقوق الإنسان أو في لجنة حتى غير اللجنة اللي يكون موجود فيها هتلاقي دراسات معينة هتلاقي أفكار معينة في وسائل حديثة زي العصر الزهني وغيرها دايما التنسيقية سبقى بخطوة من خلال حتى التواصل لأنها تطلق موقع أكتروني مفتوحة لكل الأفكار كل الكينات لو تبحت حضرتك تقطية الانتخابات رغم أن عندنا زملاء كانوا موجودين بيخدوا الانتخابات لكن حتى كجهة مراقبة موجودة في كل المحافظات ويمكن حتى كان حظت بيه تقطية أعلامية كبيرة جدا لسقط وسائل الإعلام فيه التنسيقية وفيه هذا الشباب وفيه هذا الفكر الحديث المستنير اللي فعلا هو سياسة بمفهوم جديد وبرلمان هينعكس به على هذه السياسة ببرلمان بمفهوم جديد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية جميل أنا فهمت من كلامك أنك في لجنة حقوق الإنسان في تنسيقية شباب الأحزاب صحي كده؟ ده بالفعل غشاشني كده بقى الدول اللي بتقوم بيه اللجنة دي للحفاظ على حقوق الإنسان داخل مصر وللرد على كل ما أنتوا سول له نفسه أن يمس حقوق الإنسان داخل مصر وكل الحقوق الداخلية يعني إحنا عندنا اللجنة هو أمين سر اللجنة هو تركيبة اللجنة نفسها أمين السر هو الصديق العزيز النائب طرق الخولي والأمين السر المساعد الصديق العزيز كتب الصحفي في جريدة الوطن ومجموعة من المهتمين بحقوق الإنسان لدينا عدد من النواب يمكن فيها اللجنة محظوظا فيها حوالي 8 يعني نواب حاليا كل القضايا اللي تتصار خاصة ما يتم تدوله على الهجمة الشرسة في بعض الأحيان على مصر وبعض الإدعاءات والإفتراءات بيتم ومناقشتها من جميع الاتجاهات بالإضافة لأوراق بحسية أحيانا فيه لجان مشتركة زي مثلا لجنة تم تشكيل لجنة بخصوص العمار الغير منتظمة أنا بقول لحضرتك كمان يا أستاذ الرانية في هذا المجال إحنا فيه مجال حقوق الإنسان عندنا مجموعة من الحقوق التي تقدم كبير جدا جدا فيها ولا يلتفت لها الدول الأخرى زي الحق في الصحة الحق في التعليم الحق في السكن أنا لسه متابع حضرتك في الإنترو سكن مصر الموجود في القاهرة الجديدة وده سكن لمتوسط الداخل وكمان بتقدمه الدولة ملف العشوائيات ملف الطرق كل هذه حقوق أساسية لحق الإنسان مش حق الإنسان وحرورية التعبير فقط هو حق أساسي وأرض نهتم به ويمكن برضو في القضايا الأخرى احنا بنشوف بعض الدول التانية بتتعامل ازاي في هذه القضايا لكن بيتم مناقشتها بكل حيات مجموعة مميزة جدا بيتقدم رؤية والجميع بيساعد بعض نعم بتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عيماد خليل عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنت معنا مباشرة وبشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى دي كانت تانية حلقتنا النهاردة أعود وألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في منشط جديد مع رانيا هشم إلى اللقاء